اشتركوا في القناة واحد من اقارب الرئيس السابق وفسر للعموم بلغة بسيطة آلية الفسيط كيفاش تخطو كيفاش الشبكات متاع التهريب تصير كيفاش الإدارة تتوظف لخدمة مصالح أفراد كيفاش الخزينة تهريب يصير لها من يلزموا من يمشي للخزينة يمشي للمكاتب أجمعها ذوما فسرهلنا بالقدار أشكنت الردود الفعل أعليش تجيبوا فيه أعليش يتكلم وما نعملوا نعملوا إجراء قذائي ضدوا يجبونوا يتكلموا يجبونوا يسكتوا إجراء قذائي اللي هو مخالف القانون لنقراركم الفصل لذي مهم أن نركزوا عليه اليوم يقول الفصل أربعين متى ثلاثة كنصدقني أربعة أربعة بوش ثلاثة على الهيئة اتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية الشهود المنسوبة لها الانتهاكة تسمى الشاهد والضحايا بخصوص الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون وذلك بضمان الاحتياطة الأمنية والحماية من التجريم ومن الاعتداءات الحماية من التجريم هو كيف جاء قر وعطاء حقيقة وشهد أمام العموم ومطلب الاعتذار اللي هم الشروط الموجودين بالقانون هذه بشي تمتع بالسلح قام باللي علي نجي ونعقبوه نمنع هيئة الحقيقة والكرامة لمواصلة المفاوضات معها تذكر الملفات مزلت ما كملتش معها خاطر هو ثم أشياء فيها صلح خاصة ساعات تهم ديتياخ يعني أطراف أخرى اللي هو قبل بشي يرجع لهم منعوا الفرق تحيط حق تحكيم مصالحة تدخل للسجن بش تواصل معها لماذا أكشفتوا العوار لماذا أكشفتوا العوار لماذا أكشفتوا العوار لماذا أكشفتوا العوار ترجمة نانسي قنقر